موسيقى 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 أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش يستمر فرض حالة الطوارئ في مالي بعد أن قررت الجمعية الوطنية تمديدها إلى غاية أكتوبر المقبل محاولات المحافظة على الأمن لا تفلح دائما ففي بداية الأسبوع قتل ثمانية جنود وسط البلاد على يد مسلحين كما شهدت منطقة نامبالا القريبة من الحدود الموريطانية عدة هجمات تبنى تنظيم القاعدة المسؤولية عن بعضها اليوم نسأل عن جديد الوضعية في مالي عن أبرز الأطراف المتصارعة فيها عن أسباب تمدد العمليات المسلحة في وسط وجنوب البلاد عن أسباب عدم قدرة القوات المالية على فرض هيمنتها على جميع المناطق عن نتائج العمليات العسكرية الدولية التي أطلقت قبل أربع سنوات بمبادرة من فرنسا وعن مسؤولية القوى الإقليمية والدولية فيما يحدث ومسؤوليتها الأخلاقية في الدفع نحو إيجاد تسوية سياسية توقف الموت والدمار بداية نتوقف عند هذه الشاشة التفاعلية لنجاة متفسوت حول أكبر وأبرز المعطيات المتوفرة عن الملف المالي تتصاعد هجمات الشمحات المتطرفة شمال مالي مستفيدة من حدم الاستقرار السكاسي والأمني في البلاد الواقع غرب إفريقيا وهو ما يهدد بعودة مالي للفوضى التي كادت أن تقسم البلد خلال 2012 حين هيمن متطرفون على تمرد حرقي للطوارق في الشمال قبل أن تطردهم القوات الفرنسية في الحام التالي وفي محاولة منها لوقف هذا التصعيد وفقت الجمحكة الوطنية المالكة على تمديد حالة الطوارق لمدة ستة أشهر تمديد يمنح قوات الأمن الحكومية سلطة احتقال إضافية يأتي تمديد حالة الطوارق بعد شهر من فشل المؤتمر الوطني للسلام في التوصل إلى حل للصراح فبعد نقاش دام أسبوعا كاملا اختتمت أشغال المؤتمر الذي نظم بموجب اتفاق السلام لعام 2015 بالدعوة فقط إلى التفاوض مع المسلحين شمال البلاد وإلى بحث سبل بلورة منهج للوحدة والمصالحة الوطنية وجه المؤتمر الوطني للسلام في مالي دعوة التفاوض إلى الداعقة بول أمادوكوفا زعيم جبهة تحرير ماسين المتشددة الناشطة وسط البلاد وإلى زعيم الطوارق يد أغالي الذي يقود تحالفا إسلاميا جديدا باسم جماعة نصرات الإسلام والمسلمين وهو تحالف يضم تنظيمات إرهابية كجماعة المرابطين بقيادة مختار بالمختار وتنظيم إمارة منطقة الصحراء التابعة لما يحرف بقاعدة في المغرب الإسلامي وتضم مالي تنظيمات إرهابكة أخرى لا تقل خطورة عن المجموحة المذكورة سلفا كجماعة التوحيد والجهاد وهي أخطر تنظيمات وأكثرها تشددا في مالي وإفريقيا لكونها مسلحة وممولة بشكل جيد وجماعة أنصار الدين المنبثقة عن حركة تحرير أسواد والتي تقدم نفسها كحركة شعبية جهاد كاسلفيكة وجماعة أنصار الشريحة التي يقيم أعضاؤها في مدينة جاو أكبر مدن الشمال إضافة إلى جماعات تتبنى فكرة القاعدة إلى حدود الآن لم يتم إيجاد حل لصراح انفصالي بين الحكومة في الجنوب والطوارق في الشمال الذين قادوا تمردا قبل خمسة أحوام من أجل الاعتراف بأسواد كمنطقة متميزة سكاسيا في مالي وإلى جانب تمرد الطوارق وصراعات قبلية كثيرة في الوسط تعاني مالي من تنظيمات إرهابكة تحارب الجميع رفضت التوقيع على اتفاق السلام لعام 2015 لتكثف من تحركاتها على التراب المالي بوخية اقتطاع أجزاء واسعة منها الوضع الأمني المتدهور فتحها الباب أمام تدخل لجنبي في مالي حيث شنت فرنسا عام 2013 عملية أسكرية واسعة في الشمال لترضي الجماعة المسلحة التي استغلت التدخل الفرنسي لتوجيه الصراع واعتباره حربا صليبية في محاولة منها لاستقطاب المزيد من المناصرين حاليا تشكلها القوات الفرنسية جزءا مهما ضمن بحثة أممك لحفظ السلام تتكون من نحو 11 ألف فرد هدفها دعم حكومة باماكو في محركتها ضد المتشددين في الشمال ومساعدتها على تطبيق اتفاق السلام التاريخي الموقع قبل السيدة من سنتين لمناقشة محاوري هذا العدد يسعدنا كثيرا أن يكون معنا في البلاتو السيد علي الأنصاري وهو صحفي من تومبوكتو أهلا وسهلا بك معنا رحبا يسعدنا كثيرا أن نصدف في الستوديو كذلك الدكتور خالد شقراوي وهو مدير مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات ومتخصص في شؤون العرب والإفريقية دكتور حياك الله أهلا بك معنا أهلا وسهلا سيد جوارة ويسعدنا كثيرا أن يكون معنا الدكتور عبد الفتاح الفاتحي متخصص في شؤون الساحل والصحراء دكتور أهلا وسهلا بكم معنا مرحبا أبدأوا معكم سيد علي الأنصاري ربما حريبنا أن نبدأ من الوضع اليوم في مالي كيف يبدو لك وأنت ابن المنطق ربما ما وقع هذا اليومين الأخيرين يعطينا صورة أو تشخيص واضح لما يقع في شمال مالي الآن تقصد ما قتل الجنود؟ قبل الأمس قتلت تسعة جنود مالي واليوم قبل ساعات كان هناك هجوم بالصواريخ على أكبر قاعدة لقوات حفظ السلام في تنبوكتو هجوم بالصواريخ وقبلها بساعات قتلت سبعة جنود ليبيريين من قام بهذا الهجوم اليوم؟ إلى الآن لم تعلن أي حركة تبنيها لهذا الهجوم أصابع الاتهام لمن توجه؟ غالبا تكون أصابع الاتهام وجهة للجماعات الجهادية ولكن الآن لم يعلن أي جهة لم تعلن مسؤولية على هذه فهذا الوضع هذه القوات الأممية التي جاءت هي أصلا لحفظ السلام في المنطقة تكون هي المستهدف تكون هي الضحية هذا يعني بأن هذه القوات فشلت في حفظ السلام أو في القيام بمهمتها اليوم بعد سنتين من توقيع اتفاق السلام نجد بأن اتفاق السلام الذي سمي اتفاق السلم والمصالح في الجزائر هو الذي يضم عشرين فصلا ولم يتم تنفيذ أي بند من بنوده إلا بند واحد وهو بند تنصيب السلطات المحلية وتم تطبيق هذا البند بقوة وبشكل غير صحيح كما هو موقع في الاتفاق بحيث خلق نوع من النزاع القابلي في المناطق التي يطبق فيها وخلق نوع من المشاكل الأكثر من المشاكل التي ممكن طرح مشاكل أكثر مما كان متصور بأنه سيحل مشاكل فإذا به تكون مشاكله أكثر بالنسبة للنجد أيضا بأن المهاجرين يعني لا زال عدد المهاجرين إلى خارج المنطقة يزداد بين فترة أخرى الأمم المتحدة سجلت خلال شهر بأن عدد اللاجئين الأزواديين أو المنحدرين من شمال مالي والذين اتجهوا إلى بلدان الجوار زاد بما يمتلك في موريتانيا زاد بخمسة ألاف مهاجر خلال الشهرين الآخرين بمعنى بأن هذا الاتفاق السلام الذي جاء به لحل المشكل لم يعطي أكلها لأسباب عدة هناك أسباب متعددة جدا لعل من أهمها أنه ليس هناك أصلا نية لتطبيق هذا الاتفاق وليس هناك إرادة من قبل الوسيط اللي هو رعي السلام لتطبيق الاتفاق لأسباب تعود بالأساس إلى أجندة جزائرية داخلية ربما ترى بأن تطبيق هذا الاتفاق ربما سيؤدي إلى نوع من المطالب في جنوبها لا تعتقد تتحدث عن الحركة الانفصالية هذا ما تعلم؟ طبعا الآن نحن لم نعد نتحدث عن حركة انفصالية في شمال مالي تتحدثون عن حكم ذاتي؟ يتحدثون عن حكم ذاتي يتحدثون عن ثلاث مطالب هي مطلب سياسي المطلب لم يتم إدراجه في الاتفاق هو مطلب الخصوصية الخاصة بشمال مالي والتي يلخصها اسم أزواد الخصوصية التقافية الخصوصية العادات والتقاليد الخصوصية التي لديها امتداد مثلا في شمال إفريقيا والمطلب التنموي هو مطلب التمييز الإيجابي في المشاريع بالنسبة للمشاريع بالنسبة للشمال وقع نوع من التأخير جدا سنعود إذا سمحت لي وماذا عن المطلب الثالث؟ المطلب الثالث هو ما يسمى بمطلب قلنا المطلب السياسي هو المطلب التقافي المطلب التقافي بأنه ومطلب أيضا المعاملة الأخذ بعين الاعتبار الامتدادات دي القبائل دي التوارك في دول الجوار وبالتالي التعامل على مستوى الدخول والخروج في الدول السوار خاصة يكون النوع من التعامل السهل تسهيل عملية الدخول والخروج وتبادل المنافع لأنه هناك اقتصاد محلي يعتمد على هذا التبادل البيني بين هذه الدول طيب سنعود بالتفصيل إلى هذا الاتفاق وسبب الفشل الذي وصفته كذلك دكتور خلد شجراوي كل هذه المساعي تبدو أنها لا تفلح في استدباب الأمن في مالي هل المسألة تتعلق بقضية هوية فقط هل المسألة تتعلق كذلك بتضارب للمصالح أم أين هو المشكل؟ بالحقيقة المسألة هي مركبة ومعقدة نعم هناك مشكل هوية هذا المشكل اتخذ مجموعة من السلوكيات ومجموعة من المظاهر التي اختلفت بحسب السياقات السياسية والتاريخية يجب أن نعلم بأن المطلب الأزوادي أو المطلب الطوارقي لأن عندما نتحدث عن أزواد نحن نتحدث عن منطقة جغرافية لا تضم فقط الطوارق الأمازيغ وهناك طوارق العرب هناك الأمازيغ هناك ساكنات ما يسمى بالزنوج الأفارق الذين يتساكنون مع نفسها كل هذه المجموعات سواء من الفلان أو السنغاي أو غيرهم من المكونين أو البنبرة في كثير من الحين المكونين للمجتمع المالي إذن هناك المطلب الجهوي كجهة معينة وفي هذا الإطار هناك مشكل تنوع بشري كبير في هذه المنطقة المسألة الثانية هي المطلب الثقافي الذي كان منذ البداية لدى المجموعة الطوارقية وبالأساس المجموعة الأمازيغية خاصة نوع من الحق في الاختلاف ولكن هذا الحق في الاختلاف تقريبا منذ استقلال مالي إلى حدود سنة 2005-2006 لم يكن أبدا مطلبا استقلاليا أو انفصلا فقط كان هناك مطلب للحق في الاختلاف في إطار الوحدة المشكل الكبير الذي عانت منه المنطقة هو قضية التهميش الاقتصادي الذي باشرته الدولة المالية خاصة في مرحلة مستطروري لأن هناك ثلاث مراحل تحكمت في المجال المالي المرحلة الأولى في مرحلة الاستقلال جيبو حماني وغير ذلك مديبو كيطا حيث أن الأمور كانت في بناء الدولة في ارتباطاتها مع مجالات حدودية معينة الشمال الإفريقي بالأساس الجزائر وليبيا والنيجر من جهة أخرى ثم دول إفريقية الغربية بارتباطها بالسنغال المرحلة الثانية هي بعد الإنقلاب على مديبو كيطا ووصول مستطروري إلى السلطة وتطبيقه لما سمي أنا داك بالاشتراكية العلمية الشيء الذي أدى إلى تهجير العديد من العائلات التجارية والاقتصادية التي ساهمت في تنمية المناطق الشمال خاصة منطقة تنبوكتو مثلا العديد من العائلات الأصول المغربية هاجرت لسبب الاحتكار الاقتصادي إلى غير ذلك وهذا أدى إلى ضعف التنمية في هذه المنطقة كما أدى ذلك إلى استقرار المجهود التنموي والمجهود السياسي في مناطق الجنوب وفي منطقة العاصمة باماكو ومنطقة جنوب النهر وبالتالي الشمال باقية يعني يعني من مجموعة من المشاكل ثم هناك البعد التاريخي فرنسا في خمسينيات القرن الماضي طرحت مجموعة من الوعود الاستقلالية الغير الواضحة للمجموعة الطوارقية يجب أن نعلم بأن فرنسا تحكمت في هذا المجال في إطار إفريقيا الغربية الفرنسية الموحدة والشكلات بعد الاستقلال في إطار فدرالية معينة لم تصمد على أساس ارتباطها الدائم اقتصاديا وسياسيا بفرنسا هذه الأمور تغيرت فيما بعد لظهور النزاعات الوطنية في كل منطقة على حدام مالي سنغال كوديفور إلى غير ذلك وفي داخل كل دولة ظهرت أيضا نزاعات وطنية أو على الأقل مطالب بالاستقلال أو مطالب بالحق في الاختلاف أضف إلى ذلك تدخل أجندات المحيط لأن هذه الدول لا حدود مباشرة وبالتالي تدافع عن مصالحها وهناك تراقضون أيضا في هذه المصالح في بعض الحل كما هو الشأن المثل ما بين موريتانيا والجزائر في هذا النطاق طيب دكتور الفاتحي رغم أن مالي تتميز بعد ثرواته لكنها ليست بالدولة الغنية هناك من يصف حتى من أكثر الدول فقرا ما الذي يجعلها مغرية لهذا التدخل الأجنبي ولهذه الأجندات المتأختلفة هل هو الموقع الجغرافي فقط؟ طبعا بكل تأكيد يمكن القول بأن الجزائر تلعب دورا أساسيا في منطقة الساحل والصحراء حيث أن حدودا جغرافية من مسافة ألف كيلومتر تجعل الجزائر تعتقد بأن أمنها ومستقبلها هو مالي ولذلك فالتدخل الجزائري يبقى قويا في هذه المنطقة بالإضافة كذلك إلى صراعات خفية بين الجزائر وفرنسا انطلاقا من مقولات العرض السياسي الجزائري المتعلقة بإفريقيا المستقلة والاستقلال القرار السياسي الإفريقي لذلك فالمسألة فيها قضايا تتعلق بالتوازنات لذلك فالجزائر هي تبحث عن ضمانات لأفق السياسي داخل مالي بين فرنسا التي يقال بأن هناك تراقب مجموعة من الاقتصادية الدولية وكذلك المناجم داخل باماكو الرسمية وبين الدور الجزائري الذي تناور به في منطقة الشمال لذلك حيث أن الرؤية الجزائرية غير واضحة تجعل المعاناة المالية مستمرة وما دامت أنه ليست هناك توافقات سياسية كبرى فيما بين الجزائر وفيما بين كذلك فرنسا التي تعتبرها الجزائر بأنها لا زالت تفرض وصاية التاريخية والاستعمارية على إفريقيا يبقى المشكل قائما كذلك أن هذه يعني عودة التمرد أو عودة كذلك العنف إلى المنطقة يأتي متزامنا مع محاولة سحب النقاش الليبي في الذي كان قائما في المغرب وبداية تجادبات سياسية بين الجزائر وبين مصر حيث أن الجزائر تريد أن تعيد المفاوضات الليبية على نساق جديد غير الذي أقامته الأمم المتحدة في المغرب وهنا تطرح إشكالات أخرى تتعلق بأجندة سياسية قوية ومن ضمنها مالي لذلك لا يمكن عزل القضية المالية عن سياق إقليمي أكبر فضلا كذلك عن المسألة الأمنية ومستقبلها في إطار تدبير الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب بعد عودة المغرب إلى الاتحار الإفريقي وما يفرضه ذلك من ضرورة التطبيع مع العمل الجزائري من أجل تأمين منطقة السحل والصحراء سيما أن القرار الأخير حول الصحراء 2351 قد أكد على الضور الجزائري في قضية الصحراء ويبدو الآن بأن الجزائر باتت ضالعة في عدد من الأزمات ومناطق التوتر في إفريقيا منها قضية الصحراء ومنها قضية المالية وبالتالي على الجزائر اليوم أن تقدم عرضا متكاملا ورؤية استراتيجية شاملة مع كل الأطراف لإيجاد تسوية سياسية في القضية المالية وإلا أن الاعتبارات التي تعتبر الجزائر بأن الوصية الوحيدة على الشمال المالي أو على مالي ككل سيبقي المنطقة في دائرة غير مضبوطة أمنيا ويطرح إشكاليات على دول المنطقة كيف يبدو لك هذا التحليل؟ في جزء منه ربما في جزء منه أرأي بأنه جزء منه كاستراتيجية دي الجزائر في الكثير بالصحة ولكن فقط نقول بأنه المنطقة ما يسمى مالي هي دولة استراتيجية في غرب إفريقيا هل هي ذات سيادة؟ هل هي تملك قرارها السيادي؟ إذا كانت تعلم أن للجزائر أجندتها خاصة فيما يتعلق بمنطقة توارق وتوارق أساسهم وإذا كانت فرنسا كذلك تمتلك أجندتها السياسية في إطار إعادة انتشارها أين دور السياسي المالي إذا كان فعلا يسبو إلى المحافظة على استقراره؟ كان نظن من الواضح أن القرار السياسي القرار السياسي ديال باماكو هو قرار موجود في الجزائر وليس في باماكو لماذا؟ ماذا يمتلك الجزائر؟ يمتلك الجزائر الجزائر الآن في المنطقة ربما يتعامل في المنطقة بحرية تهمة أولا فرنسا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجزائرية في المنطقة وجود الجزائر في المنطقة شيء مهم بالنسبة للفرنسا لأن الفرنسا جاءت تدافع فقط على مالي الجنوبية أكثر من كونها تدافع على شمال مالي لماذا تدافع عن الجنوب؟ مصالحها أين مصلحة الجزائر في الدفاع عن الجنوب؟ لا تشير الجزائر فرنسا لم تتدخل في مالي إلا بعد أن أصبحت مالي الجنوبية مهددة بالإرهاب إنما لم تتدخل في بادي الأمر في الشمال لأن الجزائر تمنع عليها الدخول في شمال مالي إلا بنوع من التوافق الجزائري جزائري فرنسا هل تعتقد أن الجزائر أقوى من فرنسا لكي يتمنحها في المنطقة بالدات؟ هذه المنطقة بالدات وخلال سنوات الماضية جزائر هي الدولة المتحكمة بشكل مباشر ما هي أوراق الضغط في هذا المنطقة؟ أوراق الضغط أنا أقول لك بأن أوراق الضغط سهلة جدا الجزائر باستطاعتها أن تخنق منطقة شمال مالي تجاريا اقتصاديا وهي الآن تقوم اليوم الجزائر تغلق حدودها مع مالي وتغلق حدودها مع النيجر وهي مناطق امتداد طوارقي أو عربي طوارقي وهذه المناطق كلها تعيش من جنوب دي الجزائر تعيش من مبادلات بين منطقة طوارق في الشمال والجنوب دي الجزائر اللي هو امتداد لها وهو امتداد أيضا امتداد أسري امتداد تقافي امتداد اقتصادي امتداد قبلي امتداد رعوي بالاضافة الى ان الجنوب دي الجزائر هو امتداد رعوي لان الرعي هو النشاط الاقتصادي المسيطر على الوقت اذا كان هذا الكلام الذي تتفضل به منطقي فمن مصلحة الجزائر ان يكون استقرار بالعكس في مالي مصلحة الجزائر اللي يكون استقرار ولكن ليس الاستقرار الذي يأتي بمنافع لأقلية طوارقية عربية في الشمال المالي ومسألة كيف بقى الأستاذ هو المسألة تغيرت عبر التاريخ عندما انسحبت فرنسا من منطقة الشمال المالي كانت هي منطقة عربية يعني العربية التاريخية ولا وجودة لمكوين اخر في المنطقة سياسات مودي بوكيتا الاشتراكية هي التي أدت بتنقيل قبائل من جنوب مالي إلى شمال مالي من أجل خلق واحد مجتمع متنوع مجتمع لا يكون فيه وهذا وقع بعد 63 أول تمرد ديال توارك في 63 تم نقل العديد من القبائل والعديد من كونات العرقية الأخرى إلى شمال مالي عن قصد سياسة وهي سياسة تم إسجلها من سياسة الاتحاد السوفيتي طبعا الجزائر أيضا تتخوف من المطالب التقافية في شمال مالي لأنها ترى بأنه سيتم نقلها هناك نوع من العلاقة العاطفية والعلاقة التقافية بين شمال مالي والجنوب ديالجزائر بمجرد ما ينال الطوارق في شمال مالي حقوق معينة سيطالب بها طوارق آخرين في جنوب ديالجزائر وهذا يعتبر بالنسبة للجزائر نوع من تفكيك للدولة الجزائرية والنوع من القبول بمطالب تقافية متعددة موجودة في الجزائر موجودة في التغردات موجودة في القبائل موجودة في مناطق أخرى في السنة طيب سنعود لمتابعة برنامج ملف لنقاش بعد هذا المجهزة الخبري مع محسن الجبابي تفضلوا بالبقاء ألن بكم مجددا في ملف لنقاش ما زلنا نناقش الوضع في مالي كان سيد الأنصار يتحدث دكتور خلد شقراوي عن الأجندات الخارجية نريد أن نعرف من أبرز المتدخلين اليوم في مالي من ساحب القرار فيها ولماذا هذا التصارع في الأجندات ربما قد أريد أن أرجع إلى السؤال الذي طرحته حول مسألة الاقتصادية لأنها مهمة للغاية مالي الآن استراتيجي هي قلب إفريقيا الغربية خاصة على مستوى إفريقيا الغربية الفرنسية أو الفيدراليا لإفريقيا الغربية وبالتالي كل ما يمس مالي على مستوى الأمني يمس مختلف الدول النيجر، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، السينيغال، الكود ديفوار والبركينافاسو كل هذه الدول مغوثة بما يحصل في مالي ومرتبطة بها بشكل كبير ولكن قد يقول قائل ويسألك دكتور إذا كانت مالي تمثل كل هذه الأهمية الاستراتيجية لماذا لا يسهر الجميع على تطبيق الأمن فيها؟ أولا غالبية الدول المحيطة خاصة على مستوى الجنوب وكلها تعاني مشاكل سياسية ومشاكل تجعلها من الصعب أن تتدخل عسكريا وأمنيا في هذا النطاق كما أن هناك تناقضات داخلية فيما بين هذه الدول يجب أن نعلم بأن في السنوات الأخيرة البوركينافاسو كانت تعاني مشاكل على مستوى الرئاسة الكود ديفوار أيضا عاشت حربا أهلية قوية للغاية موريتانيا والسينيغال لهم تصارعات فيما بينهم وبالتالي حتى إمكانياتهم العسكرية لا تمكنهم من التدخل بشكل قوي النيجر أيضا هي في حالة من الضعف لا يمكنها من التدخل إلى تشاد وقد رأينا بأن التدخل تشادي كان حاسما في هذا الإطار هذه المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الاقتصادية حاليا شمال مالي ليس منطقة فقرة نعم هناك موارد مهمة للغاية بإمكانها أن تساهم في إغناء هذه الدولة بشكل كبير أعطي مثلا مثلين فقط هناك مناجم الدهاب الموجودة في شمال مالي مهمة للغاية لحد الآن لم تستطمر بشكل كبير وبدأ استطماره لكن لصالح المؤسسات الاقتصادية الغربية بالأساس وهناك حوض توديني المهم جدا وربما سوف يكون ذلك الحوض هو أكبر حوض للبيترو في المنطقة وتشترك فيه مع موريتاني ذلك نرى تدخل موريتاني بشكل كبير مسألة أخرى مهمة للغاية وقد تحدث عنها السيد الأنصاري هي قضية الهوية اعتدر لم يكن أبدا شمال ماليدة هوية عربية قائمة حتى مرحلة المعيلة كان هناك دائما تضارب للهويات واختلاط المجال بالأساس مجال أمازيغي لا نقاش في ذلك تاريخي تين بكتو هي منزيلة أمازيغية والطوارق هم من أساسها هناك نعم هوية عربية هذا لا نقاش فيه موجودة بجانب الهوية الأمازيغية إذا لم يكن هناك تلاعب جغرافي بالمنطقة قبل الحدود الوطنية وقبل الدولة اليعقوبية لم يكن المشكل مطروحا لأن الناس كانوا يعرفون مجالاتهم إن على المستوى الرعاوي أو على المستوى العلاقات وترتيب المجال الاقتصادي فيما بينهم هذا المجال طيلت عشرة قرون من العلاقات ما بين الشمال الإفريقي وشمال الصحراء وجنوب الصحراء إلى حدود دخول الاستعمار لم يشهد أبدا حروبا ما بين الضفتين انتظرنا المرحلة الاستعمارية لكي تقوم هناك حروب والطوارق بكافة حيتياتهم الثقافية هم من أسسوا مدينة طنبوكتو هم من أسسوا كيدل لكن لم يؤسسوا لدولتين أبدا في التاريخ المسألة الثانية هي قضية الأجندات هناك الآن ثلاثة أجندات مهمة الأجندة الجزائرية بحكم أن لها 1200 كم مع هذه المنطقة وهناك ما يزيد عن 600 ألف طوارق تعيش في الجزائر وهم أبناء عمومة نفس الطوارق الموجودين في أدرالي فغط في شمال مالي هي تتخوف فقط من مسألة الطوارق الجزائر أم لا؟ ليس فقط ليس فقط المسألة أعقد من ذلك قلت هناك المسألة لأن الطوارق أيضا هناك ما يزيد عن 800 ألف توجد في النيجر ومن حق النيجر أن تتدخل بشكل قوي في المنطقة الطوارق يوجدون أيضا في موريتانيا بشكل أقل حوالي 50 ألف و60 ألف ويوجدون أيضا في بوركينافاسو ويوجد بعضهم في شمال نيجيريا وأيضا في إتشاد لكن الدول المهمة هي النيجر نيجيريا هي النيجر والجزائر وموريتانيا وبالضبط مالي لأن غالبيتهم ليبيا وليبيا أيضا نسيت ليبيا ولكن المهم بالنسبة للجزائر وهو أن توارق شمال مالي هم أبدأوا عمومة جنوب الجزائر نفس الأسر ونفس التشكيلات الجزائر أيضا بالنسبة هذا الجانب الأول الجانب الاستراتيجي 1200 كم الجانب العنصري والثقافي الجنسي والثقافي ثم المسألة الأخرى والتدخل الفرنسي أيضا سنعود إذا سبح كيفي التدخل أراضي هذه الأجندة الموريتانية التي تدعم الجانب العربي ضد الجانب الأمازين سنعود إلى هذه المسألة في التدخل المقبل إذا سمحت لي دكتور الفاتحي من يصنع الموت اليوم في موريتانيا نريد أن نتحدث عن هذه الجماعة المسلحة من يموّلها كيف تتحرك ولأي غاية نعم معلوم أن عدم رؤية سياسية لحل سياسي أساسي داخل مالي يطرح إشكالات اقتصادية وتنموية تعقد المنطلق الفعلي للأزمة وهو الإحساس بعدم تكافؤ الفرص بين الشمال المالي وجنوبي لذلك أصبحت هذه المنطقة على مصار منطقة الساحل والصحراء وكذلك في كل الصحراء الإفريقية الكبرى مرتعا للتجارة الغير المشروعة حيث أن تقارير مثلا أممية تؤكد بأن 30% إلى 40% من المخدرات الصلبة التي تصل إلى أوروبا محورها هذه المنطقة كما كذلك أن المنطقة دائما كان يفكر فيها باعتبار حديقة خلفية للجماعات الإرهابية ما هي هذه أبرز الجماعات المسلحة الإرهابية اليوم التي تنشط في مال؟ طبعا هناك مجموعة من الجماعات الإرهابية التي من الصعب في مالي مثلا توسيمها مثلا كالملتمون مثلا جماعة الملتمون للمختار بالمختار وكذلك مجموعة من الجماعات المبهمة لهوية لأنها في كثير من الأحوال تقبل بأنها يعني عناصر يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات لذلك وسم بعض الجماعات مثلا جماعة أنصار الدين مثلا فيها عناصر مالية كذلك جماعة التحيد والجهاد فيها عناصر مالية عربية ولكن نيجيرية وجزائرية لذلك فالعلاقة بينهم على مستوى تدبير المنطقة بقليل من الوضوح تجعل فيما بينهم مجموعة من يعني من التعاون الغير المشروع من أجل تدبير القضايا الاجتماعية وكذلك الاقتصادية وسيما أن هذه الجماعات قد استقبلت مجموعة من الأسلحة بعد الأزمة الليبية من يمويل هذه الجماعات المسلحة؟ طبعا تمويل هذه الجماعات ذاتي قلنا من خلال هذه الأنشطة الغير المشروعة على مصار بالتهريب والتجارة في التجارة العابرة للحدود وطبعا هذا ترك لهذه الجماعات أن يكون لها وعي سياسي وأن تمتلك سلاحا من أجل فرض أجندته على مستوى التفاوض في المنطقة ولذلك أصبحت كل الإمكانيات متاحة بالنسبة لها من أجل الدفاع عن قضاياها القومية مثلا كالقضية الطوارقية والأزودين ثم العرب هناك وبالإضافة إلى ذلك أن الفضاء يسمح حتى أن بعض التسميات مثلا طورة بورا المغرب مثلا تسبب هذه المنطقة لماذا؟ لأنها مكان آمن للجماعات الإرهابية سيما أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يستوطن هذه المنطقة ويبني علاقاته مع مجموعة من الجماعات بحيث يصعب التحكم في طبيعة هذه العلاقات أبرز الفاعلين السياسين اليوم في مالي ولا أدري إذا كنت تريد أن تضيف كذلك على الجماعات أولا بالنسبة لأستاذ الشرقوي أنا قلت بأن المجال عندما خرجت عند الاستقلال استقلال مالي عن فرنسا كان المجال ما يسمى بالمجال الأزوادي أو شمال مالي هو مجال بالضبط هو مجال أمازيغي إن شاءت قلت أمازيغي إن شاءت قلت طوارقيا بيضانيا أو ما يسمى بالهوية البيضانية طوارقيا أمازيغي في عهد أمودي بوكيتا تم تحجير هذا المعروف الحاجة الأخرى بالنسبة لي الصراع الأجندة هي صراع كما قال لك أستاذ الشرقوي هو صراع على نوع من الموارد الباطنية في شمال مالي كان نوع من تدخل الفرنسي قبل تدخل الفرنسي في شمال مالي كان الرئيس السابق دي المالي وقع اتفاقية مع الصينيين لاستغلال منجم كبير جدا معروف بأنه منجم يورانيوم ومعروف أنه فرنسا هي التي تسيطر على اليورانيوم طيب أجمني أرجوك على السؤال نريد أن نقترب أكثر من الوضع في مالي اليوم من ينشط سياسين من هم أصحاب القرار السياسي من هم أبرز الفاعلين السياسي هل من وجود لرجال سياسة يمتلكون القرار لأحزاب سياسية لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات كبوادر حسنية من الأمور التي أريد أن نصح بما قال الدكتور المجال في شمال مالي كان مفتوحا أمام نوع من الجماعات الإسلامية التي استغلت وجود هذا الفراغ في شمال مالي لأن التي تهاجر وتنشط في المنطقة وخلقت اقتصاد بديل في المنطقة اقتصاد تعتبر على التهريب وكانت تعتمد على خطف المنطقة كانت معروفة بأنها منطقة تستقبل كثير من السياح اعتمدت على خطف السياح اعتمدت على اقتصاد اقتصاد هل توجود لدولة مركزية في مالي اليوم الدولة المركزية لا تسيطر على شمال مالي في بقية مالي في بقية مالي بالفعل كان دولة مركزية في باماكو وهي تسيطر على الجنوب المالي ولكن لم تسيطر في يوم من الأيام على شمال مالي ما الذي يمنع اليوم من إعادة بناء جيش مالي قوي يستطيع الذود عن حمية الوطن إمكانيات مالية ضعيفة لا تستطيع أن تبني جيشا قويا هل هناك ربما عدم قدرة على التفاوض لأنه يمكن أن تأتوا بالمال هنا لا تحدث عن جيش مالي هناك إمكانيات كبيرة جدا ممكن يجيب موارد من عدة بلدان ولكن أولا سيطرته على منطقة الشمال هي منطقة معروفة شمال مالي وجنوب الجزائر بأن الأدلاء فيها والسيطرة فيها حتى القوات الجزائرية تعتمد على أدلاء من نفس المنطقة يعني نفس الدوريات الجزائرية في 1500 كم دي الحدود تعتمد على أدلاء من نفس المنطقة لا يمكن لها أن تحرس هذه المنطقة بدون هذه الأدلاء والجيش المالي حاجز عن السيطرة على شمال مالي عن شمال مالي الجماعات التي نشأت التي هي الجماعات التي تمثل السكان كان نوع من استهدافها من أجل لا تكون تمثل السكان وهذا الفراغ بعد أن تم استهداف هذه الجماعات التي تمثل السكان الأصليين خلق فضاء للجماعات الإسلامية التي جاءت من كل جهات واستوطنت هذه المنطقة وللتصحيح فقط هذه الجماعات الإسلامية ليس منها جماعة إسلامية ينتمي أفرادها للطوارق فقط الحركة الوحيدة التي ينتمي قائدها للطوارق هو أنصار الدين وهي ليست من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد هناك علاقات عمومة بين إيادة وقغالي وقائد الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ولكن إيادة وقغالي أنشأ بعد أن عاد من منطقة الشرق الأوسط أنشأ هذا الجماعات واتجه هذا الاتجاه وليس له علاقة بالحركات التي تناضل من أجل حقوق التواري في الشمال أعطيك فرصة للتعقب ونريد أن ننتقل بعدها أرجوك باختصار إلى الدور الفرنسي والأجداء فقط أريد أن أقول لأن هناك ترتيبات الشمال المالي دائما كان مجالا مفتوحا ومجال نوع من الصراعات وتجارات التهريب إلى غير ذلك معاهدة طامن رضي 2005 كانت سببا أساسيا في تشكيلي ما حدث فيما بعد أساس هذه المعاهدة هو إخلاء شمال المالي من السلطات الأمنية والعسكرية الشيء الذي أدى إلى تفريغ ما سمي بالقاعدة في بلاد الغرب الإسلامي من الجزائر نحو الشمال المالي وارتبطت بالطوارق في إطار تجارة التهريب تقوت بعد ذلك هذا سوف يؤدي إلى إنتاج مجموعة من الجماعات الإرهابية التي انتعشت بتجارة التهريب والاختطاف أيضا لا ننسى ذلك وكل الدول التي اختطفت رعاياها أدت أتمينة جد مرتفعة الجماعات معروفة قبل أنصار دين عندنا الجماعات مرتبطة بالقاعدة المرابطون الملتمون الموقعون بالدم التوحيد والجهاد المجاو ثم بعد ذلك أنصار دين أنصار دين ياد أقلغالي نعم هو رجل طوارقي مرتبط بعمومة مع الجماعات الأخرى وهو إنتاج مالي جزائري بالتمام لحد الآن وله علاقات مع المجال المالي ولا مع المجال الجزائري ولا أحد يستطيع إلقاء القبض عليه لذلك هذه الأمور هناك مسألة مهمة هناك دراسة تحدثت عن الأمر بشكل مختلف تماما هناك بعض الطموحات الشخصية أيضا التي تفعل فعلها في هذا المجال ومشكلة الدولة المالية وهو ضعفها وهوانها خاصة بعد ما سمي بالعملية الديمقراطية التي هي في الحقيقة كانت عملية تلاعب بالسياسة وتبادل للأماكن ثم الإنقلاب الشيء الذي أدى إلى القضاء على فرنسا ماذا تريد باختصار أرجوك أريد أن أتعلم فرنسا لا يمكن فرنسا هذا مجالها إفريقيا الغربية بشمالها وساحلها وغربها ووسطها هو حديقة المجال الفرنسي هي في صراع مع الجزار أم في توافق مع الجزار في شأن المالية ليس هناك صراع دائم وليس هناك توافق دائم هناك مصالح دائمة بالضرورة الآن فرنسا ما يهمها وهو أن هذا المجال هو المجال الاستراتيجي الذي ما زالت تربع فيه فرنسا لحد الآن على مستوى العالمي ثانيا هو المجال المنتج لقضايا الغاز والبترول بشكل كبير بالنسبة للشركات الفرنسية وخاصة التطال وأيضا اليورانيون بالنسبة لأريفا المسألة الثالثة وهو أن هذه المنطقة هي الورقة السياسية الوحيدة التي تفرض من خلالها وزارة الخارجية الفرنسية حضورها في المجال العالمي ولذلك نلاحظ أنها المتدخل الوحيد في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بشكل غير واضح وفي غياب الدول الأوروبية الأخرى التي تدعمها في إطار الاتحاد الأوروبي فقط لا غير لكنها هي أجندة ومرتبطة بقصر الإليزي خاصة بمنطق خلية فرنسا أفريك التي ربما يقال أنها لم تعد بوجودة ولكن ما زالت بوجودة في إطار هلامي معين معدى المجالس المحلية كل بنود اتفاق السلام 2015 ربما لم تنفذ هل نحتاج إلى اتفاق سلام آخر من يمكن أن يرعاه وأن يتوسط فيه كانت هناك مجموعة من المحاولات من أجل يحل مشكلة المالية بناء على اتفاقيات محددة ومضبوطة لكن الإشكالات دائما كان يقدم الشق السياسي دعم انطلاقا من مدخل جزائري في عقيدتها السياسية وبالتالي لم يكن هناك الأمر منسج مع الشق التنموي الذي يشكل حلقة الأساسية بالنسبة للشمال المالي لأن الوضع المزري هناك من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ووصول كذلك تراجع خط الفقر في المنطقة هو الذي كان يشكل مظلومية ويكون مبعث للتمرد في المنطقة لذلك فكل فرقاء مثلا فاشلوا في إيجاد ميزانيات تمويل التي يمكن أن تواكب الفعل السياسي من أجل ضمان حكم قوي بدل هششته لأن الإشكالية الأساسية المرتبطة حتى بالحكومة الرسمية داخل مالي هو واقع هش ولكن محاولة إقامته لصعوبة إعادة بنائه من جديد هي قائمة لكن سبل ممارسته للسلطة تبقى ضعيفة الإشكال الأساسي اليوم والذي يبدو واضحا هناك العرض السياسي إغراق المنطقة أو إغراق القضية المالية في نقاشات سياسية تتعلق باستقلال القرار السياسي وهذا جزء مرتبط كذلك بالجزائر خاصة أن الجزائر تربط إشكالها الداخلي بتسوية المالية إشكال الآن انتقال لمرحلة ما بعد بطف لقاء يؤخر تفكير في مواكبة يعني اتفاق السلام الذي كان موقعا سابقا وحينما توقف عادت الحالة إلى التمرد من جديد كذلك الجزائر لا تريد توافقا مع مجموعة القوى التي يمكن أن يكون لها نفوذ مثلا كالدور المغربي الذي أراد أن يقوم به من خلال زيارة ملكية إلى المنطقة عن طريق مجموعة من الاتفاقيات الذي حاول جلالة الملك أن يوقع مع الحكومة المالية أساسها بالأساس تنمية المواطن الإفريقي لأن المدخل التنمية والاقتصادي جزء محوري في ضمان الاستقرار الجماعي والانتقال إلى الفعل السياسي لكن الجزائر تريد أن تبقى وحيدة في معركة المالية ولن تنجحها بكل الأحوال ما لم تطلب مشاركة مع كل الدول الجوار أنتم سيد أنصاري من تومبوكتو أين هو الحل؟ بالنسبة للمعضلات المالية الحل هو الاستجابة لمطالب شمال شمال بالي أكيد لا حل بدون الاستجابة لمطالب شمال بالي فقط؟ مطالب شمال بالي فقط؟ لا المطالب شمال بالمالي لها ارتباطات بمطالب مكونات امتدادات أخرى في دول الجوار في النيجر النيجر اليوم تتخوف من فشل الاتفاق في مالي ربما ينتقل الصراع لها وكان دائماً لعباً ولكن الاتفاق فشل أم لا؟ الاتفاق تقريباً فشل سنتين ونصف لم ينفذ منه أي بد حتى المجالسة المحلية؟ المجالسة المحلية الآن تم تنصيبها بشكل غير صحيح وبشكل خلق مشاكل محلية ربما لم تصمن ماذا عن المطالب الأختار التي لم يتزم؟ المطالب الاقتصادي اللي هو المطالب الاستخصادي أو من أكثر الناس الذين وعدوا بضخ أموال من أجل تنمية الشمال والجزائر اليوم تعيش وضعاً اقتصادية لا يسمح لها بتمويل الجانب الاقتصادي في الشمال وهي وعدت بذلك ولكن لا يسمح لها المجال بينها هل هي لا تريد أم لا تستطيع اليوم؟ هي لا تستطيع ولا تريد من مصلحتها أن يبقى الوضع هكذا في رأيكم أنتم؟ لا من مصلحتها الجزائر من مصلحتها لا يتم تطبيق الاتفاق الذي راحته هي بنفسها طيب لماذا مع كل هذا؟ وهذا مصير الاتفاقيات السابقة طيب لماذا يسلم السياسيون الماليون رقباتهم إلى الجزائر التي تفعل بهم لأن الجزائر تحكم مالي من شمالها باموكو تحكم من شمالها يمكن السيطرة على السياسة المالية الخارجية المالية من خلال الشمال من خلال تحريك الشمال وهذا دور كانت الجزائر كان من يصارع الجزائر فيه هو المعمر القدافي وعمر القدافي اختفى الجزائر اليوم وأصبحت وحيدة في المنطقة في شمال المالية تتصرف كما تريد طيب ماذا تطلبون مثلا من القوى الإقليمية الموجودة اليوم؟ المغرب قدم لكم يد المساعدة ماذا تطلبون منه؟ الحركة التي زارت المغرب وكان استقبل بلالك الشريف والملك استقبلوا بدلالات لها دلالات دينية وتقافية هذه الحركة تمت هي التي وقعتها لاتفاق وبعد توقيعها لاتفاق استهدفت من جهات معينة وتم تفتيتها اليوم لم تبقى حركة اليوم أصبحت عدة حركات تفتيتها بشكل بحيث يصبح قرارها مختلفا في أقل من دقك ما هو الحل دكتور اليوم للأزمة المالية؟ إلى أين تذهب كذلك اليوم؟ الحل وإرجاع السلطة لباماكو على باماكو أيضا أن تعي بأنه عليها ضمان الحق في الاختلاف في إطار الوحدة وإعادة ترتيب المجال الأمني شمال مالي قبل كل شيء اعتمادا على الدات نعم بمساعدة الجيران ولكن بالاعتماد على الدات تحتاج اليوم إلى مجلس حكمات؟ بالضرورة وهذا لا يمكن أن تيتم إذا ما استمرت باماكو في عدم استقلاليتها المادية والأمنية والتواصلية وهذا هو المشكل الكبير الآن في باماكو شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على كل ما تفضلتم به شكرا لكم مشاهدين على المتابعة أنا ألقاكم الأسبوع المقدمة بالحديد شكرا لكم شكرا لكم